تلميذ سنة الرابعة ابتدائي. السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الاول في مادة التربية العلمية. النموذج الثالث سنقوم بحاله معا. تنري الاول اكمل الفارغة بمايونازي. يتكون الانبوب الهضمي من الفم. لدينا اربعة اعضاء اخرى. الذي ينتهي بفتحة الشرج. اذا الانبوب الهضمي من ماذا يتكون؟ يتكون من الفم احسنتم المارئ. احسنتم الماء الداتي. نواصل احسنتم الماء الدقيق. اخيرا جيد الماء الغالي. احسنتم الماء الداتي الماء الدقيق الماء الغالي. الذي ينتهي بفتحة الشرج. لدينا الانبوب الهضمي. هو الجهاز الهضمي. الانبوب الهضمي جزء من الجهاز الهضمي. اذا الانبوب الهضمي تكون من الماء الداتي الماء الدقيق الماء الغالي. تتعرض الارضية الى التدريج خلال مصارها داخل الانبوب الهضمي. فيتغير مظهرها انها عمليته. احسنتم الماء الدقيق الماء الدقيق الماء الدقيق الماء الدقيق. التعرض للتفكيك التدريج خلال مصارها داخل الانبوب الهضمي. فيتغير مظهرها انها عمليته. كيف تسمعنا عمليات التفكيك التدريجي خلال مصارها داخل الانبوب الهضمي. أحسنتم بعملية الهضمة إذن عملية الهضمة هي التفكيك التدريج للأغذية خلال مصاريها داخل أمبوب الهضمة هو مفهوم للتعريف الهضمة نراجع يتكون الأمبوب الهضمة من الفم المعدة 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 الغالي الذي ينتهي بفتحة الشهرش تتعرض الأغذية خلال مصاريها داخل أمبوب الهضمة للتفكيك التدريجي خلال مصاريها داخل أمبوب الهضمة في تغيير مظهرها هذه العملية تسمى بعملية الهضمة التمرين الثاني ميز بين السلوك السليم والسلوك غير السليم في جدول أبناء لدينا جدول لدينا سلوكات سلوك السليم الأكل بسرعة المضغو الجيد للغداء ممارسة رياضة عدم غسل اليدين قبل الأكل وبعده النوم الجيد غسل الأزنان بعد كل وجبات إذن الأكل بسرعة هل هو سلوك سليم أم سلوك غير السليم؟ أحسنتم سلوك غير سليم الأكل بسرعة يجب الأكل ببطر وصل المضغو الجيد للغداء أحسنتم سلوك سليم المضغو الجيد للغداء وصل ممارسة غياضة غياضة مفيدة للجسم إذن من السلوك أحسنتم السليم وصل عدم غسل اليدين قبل الأكل وبعده سلوك جيد غير سالم يجب غسل اليدين قبل الأكل وبعده عدم غسل اليدين سلوك غير سالم وصل النوم الجيد أحسنتم من السلوك سالم وخيرا غسل الأسنان بعد كل وجبتين أحسنتم كذلك سلوك سالم أحسنتم من السلوكات السالمة هي المدعو الجيد للغتاء ممارسة الرياضة النوم الجيد وغسل الأسنان بعد كل وجبتين سلوكة الغير سالمة هي الأكل بسرعة عدم غسل اليدين قبل الأكل وبعده الوضعية الإدماجية أكمل الفراغ بما يناسب ملخصا عمليتي تنفس والهضم وعلاقتهما بضبع عن الدم لدينا الكلمات الأورسيجين الغداء الشاهق القلب الفضلات المهضومة الزافير الماء الدقي والدم أكمل الفراغ لدينا ثلاث فقارات أولى ثانية وثالث أكمل الفراغ بما يناسب ملخصا عمليتي التنفس لدينا عمليات التنفس عمليات الهضم وعلاقتهما بضبع عن الدم أولى تتحدث عن التنفس ثانية عن الهضم وثالث عن علاقتهما بضبع عن الدم نبدأ بعمليات التنفس يدخل هواء يدخل أحسنتم هواء الكلمات هم الأكسجين الغداء الشاهق القلب الفضلات المهضومة الزافير الماء الدقي والدم يدخل هواء يدخل معناه أحسنتم هواء الشاهق يدخل هواء الشاهق غني ب هواء الشاهق غني ب جيد الأكسجين إلى رئة أين يتغير تكيبه فينتقل غاز الأكسجين إلى الدم غاز الأكسجين ينتقل إلى الدم بينما ينتقل غاز الفحم بخار الماء من الدم إلى رئة ليدرح في هواء يطرح في هواء أحسنتم الزافير يدخل هواء الشهير ويطرح هواء الزافير هواء الشهير غاني بالأكسجين بينما هواء الزافير غاني بالغاز الفحم مع بخار عمليات الهضم بعد انتهاء عمليات الهضم ينتقل قسم من الأغذية من إلى أما الأغذية غير المهضومة فتطرح على شكل فضالات بعد انتهاء عمليات الهضم عمليات الهضم هي مصار الأغذية داخل أمبوب الهضم معنى الأغذية تنتقل من المارئ إلى المعدة إلى المعددقيق انتهاء عمليات الهضم معنى الأغذية الآن موجودة أحسنتم في المعددقيق انتهاء عمليات الهضم أغذية موجودة في المعددقيق ينتقل قسم من الأغذية أغذية لما تصل إلى المعددقيق تسمى بالأغذية أحسنتم المهضومة إذن قسم من الأغذية المهضومة الأغذية الآن موجودة في المعددقيق قسم من هذه الأغذية التي تسمى بالأغذية المهضومة تنتقل من إلى الآن موجودة في المعددقيق إذن تنتقل أحسنتم من المعددقيق إذن تنتقل من المعددقيق إلى الدم أما الأغذية غير المهضومة فتطرع على شكل فضلات الآن علاقة بين التنفس والهضم يضخ الدم إلى كل أعضاء الجسم ليزويدها بي والأكسجين ويخلصها من إذن الدم من الذي يضخ الدم إلى كل أعضاء الجسم؟ من هو العضو؟ جيد القلب أحسنتم القلب هو الذي يضخ الدم إلى كل أعضاء الجسم إذن يضخ القلب يضخ القلب الدم إلى كل أعضاء الجسم لماذا؟ يضخ القلب الدم إلى كل أعضاء الجسم ليزويدها معنا أعضاء الجسم يزودها أحسنتم بالرداء والأكسجين ويخلصها من الفضلات إذا نراجع العباركولة يدخل هواء الشهيق الغني بالأكسجين إلى الرئة أين يتراكبه ينتقل غاز الأكسجين إلى الدم الذي يدخل من هواء الشهيق بينما ينتقل غاز الفحم بخار الماء ينتقل من الدم إلى الرئة ليطرح في هواء الزافير بعد انتهاء عملية الهضم ينتقل قسم هذه الأرضية التي تسمى الأرضية المهضومة من الماء الدقيق إلى الدم أما الأرضية المهضومة فتطرع على شكل فضلات إذا الدم الآن موجود في الأرضية المهضومة ماذا يفعل القلب؟ يدخل قلب الدم إلى كل أعضاء الجسم يمد الدم إلى كل أعضاء الجسم لماذا؟ ليزودها بالغذاء والأكسجين ويخلصها من الفضلات وهكذا انتهينا من حل اختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليسلكم الجديد إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة